اتكلمنا مع حضراتكم في بداية البرنامج عن ذكرى مجيء العائلة المقدسة لمصر في رحلة سابت فيها بصمة وحكايات بتتحكي على طول المصار واللي بتفصلنا أيام عن انتهاء أعمال إعادة أحياءه عشان يكون مقصد للحجاج من كل العالم عشان نعرف أكتر عن المناسبة دي معانا الدكتور أحمد عبد الحميد النمر عضو المكتب العلمي بوزارة السياحة والأثار سباح الخير عليك سباح الخير فعندم أحب أقول لكل مصريين كل سنة هم طيبين طبعا بتذكار زراعة العائلة المقدسة إلى مصر طبعا البارح كان واحد ستة ده التذكار السابت للكنيسة القبطية اللي فيه بنفرح كلنا وندشن اليوم ده طبعا يعني ده يوم نقدر نقول تستسنى بيه مصر عن كل العالم الأرض اللي ظهرها السيد المسيح خلينا نفرح ونتبارك ونعيد يعني عرض المعلومات كده ونعرف أهم النقاط وأهم الحاجات اللي حصلت في رحلة العائلة المقدسة طبعا الحدث زي من الأحداث المهمة جدا اللي بترتبط بالثقافة والطراث المصري يمكن ربنا أحب مصر أن هي يزوها كتير جدا من نبيين وكان من ضمنهم سيدنا عيسى عليه السلام وطبعا يعني القصة والمعروفة دايما يعني الاضطهاد اللي حصل للعائلة المقدسة طبعا في فلسطين أدى إلى ما جئها إلى القاهرة في رحلة إلى مصر يعني في رحلة كبيرة جدا رحلة امتدت أكتر من ثلاث سنين على أرضها زارت فيها حوالي نقدر نقول عدد كبير جدا من المحافظات نقدر نقول 12 محافظة دلوقتي نقدر نقول أكتر من 30 موقع وأثر ومكان وبقعة ليهم ذكرى وليهم قصة موجودين بداية من نقدر من العريش الفارمة تالي باسطة ساخة ود النطرون القاهرة نخدهم واحدة واحدة لأنه ده المصار ربما العالم كله ما يعرفش أن احنا عندنا هذا الكنز الأسر العظيم الفارمة اللي هي في العريش تمام الفارمة اللي هي في العريش فيها ايه الفارمة؟ فيها تل الكنيس وفيها قلعة جميلة جدا فيها مجموعة من المنشآت اللي بترجع لفترات كبيرة جدا بداية من المصر الأجيم حتى زيادة العائلة المقدسة فيها كنائس مدشنة باسم العائلة المقدسة هناك ثم تل بسطة رسولة ثم تل بسطة اللي تم افتتاحه في العام الفترات بعد تأهيله بمشروع قومي كبير جدا بواسطة وزارة السياحة والأثار والتنمية المحلية وكمان الكنيسة الأبطية وكمان كان فيه تضافر كبير جدا من جهات كتير جدا للمشروع بتاعة تل بسطة اللي فيه عملنا فيه اتاحها للموقع للزيارة بشكل عالمي عندنا فيه هنلقى مصارات زيارة واضحة جدا هنلقى لوحات إرشادية فيه خدمات نقول الحمامات والراحة وسبل الراحة كمان المعلومات بشكل إلكتروني رائع جدا فيه يعني الموقع يعني في تل بسطة سواء كان الأسري أو المتحف اللي بداخل المكان وإنبارح كان فيه حدث يحياء ذكرى العائلة مقدسة يعني ده كان من ضمن الحاجات اللي تسعى فيها دلوقتي وزارة السياحة والأثار ووزارة التنمية المحلية هي رفع الوعي الأسري بالمصار وبالمنط خلينا نكملهم سريعا بس لأن هم يعني ربما تمام وبعد كده العريش الشرقية ثم كفر الشيخ بعد كده عندنا كفر الشيخ طبعا عندنا كنيسة سخة هناك موقع كنيسة محترمة جدا وقوي جدا فيه البقر وفيه كمان اللي نقدر نقول الحجر اللي فيه بقايا أثر رجل السيد المسيح تمام هناك وكمان سمنود الغربية فيه كنيسة شهيد أبا نوب وسيدة العزراء اللي فيه لغاية دلوقتي من العائلة المقدسة البقر ومجور العائلة المقدسة البقر اللي شربت منه العائلة المقدسة والمجور اللي خبزت فيه السيدة العزراء لسيد المسيح هناك ويمكن المكان ده يعني فيه مولد مهم جدا وفيه احتفالية مهمة جدا الناس بتزور المكان ده من كل العالم بالفعل كمان من ضمن المحطات اللي أهلتها الدولة واتحتها لزيارة كان بتاع سمنود الغربية وتم افتتاحه اللي عامل هلتك هتكامل المصار مع مصطفى وحتتح كلها عن كل محطة لكن أنا عايزة أقف عند الأثار اللي حرارة بتتكلم عليها أثر قدم السيد المسيح المكان اللي خبزت فيه السيدة العزراء كل دي أثار موجودة والمفروض أن نكون بنستثمر وجودها وبنحافظ عليها أول حاجة طبعا لأن ده تراث يعني لا نمتلكه وحدنا ده طبعا يخص العالم كله والبركته الشديدة وأهميته الشديدة إحنا بنعمل إيه علشان نقدر نحافظ على الأثار دي تكون سليمة تماما وأمنة تماما تمام المشروع هو مشروع قومي كبير جدا بتوجهات من فخامة الرئيس طبعا المشروع نبدأ بكذا دايرة دايرة الأولانية نحن بدأنا نوصق كل حاجة تخص المصار من أثار من حكايات من روايات من كل معلومات موجودة تخص العائلة المقدسة تم توصيقها بالفعل وكان من حسن اليميل فيها إننا لقينا فيها تفرد غير عادي لمصر دا خلنا أننا نبدأ نشتغل عليها كملف لتسجيلها على قائمة التراث العالمي وبالفعل تم انتهاء منه وتسليمه دلوقتي للمنظمة للدراسة والتحكيم إن شاء الله قريب جدا نبارك لمصر ضم المصار على قائمة التراث اللامادي قريب جدا إن شاء الله طبعا دا بالتعاون مع وزارات كتير جدا منها الخارجية الثقافة وزارة السياحة والأثار التنمية المحلية منها باحثين منها شباب باحثين يعني الملف دا كان فيه ميزة إنه كان أغلب المحثين اللي موجودين فيه كلهم من الشباب فابتدين نزور كل المواقع ما فيش شبر ما فيش شارع ما فيش ضرب إلا كان فيه حكاية أو فيه رواية مرتبطة بالمصار دا كان الأول مرحلة التوصيق دي فعلا انتهت بعد كده مرحلة كنا بتدينا التأهيل والترميم والصيانة وزارة السياحة والأثار والمجلس الأعلى للأثار بالتنصيق مع الكنيسة ومع طبعا الدولة بتدينا نعمل مشاريع الترميم منها أبو سيرجا منها شجرة مريم منها سمنود منها تالي باسطة منها دير المحرق منها جابة الطير بنتكلم عن محافظات كتير جدا من شمال سينة حتى أسيوت ثم بعد كده بعد مشروع الترميم حليب نشغلين على التأهيل المحيط والمجتمع المحيط اللي موجود داخل المصار ده وفتتحنا واضي النطرون يعني كان اللي يزور واضي النطرون كان صعب جدا يروح في زيارة دلوقتي لا الطرق ممهدة كويس جدا التشجير وكمان خدمات الميسرة على الطريق اللي موجودة أماكن الراحة اللي موجودة داخل الأديرة دلوقتي الأديرة استعدة لزيارة واستقبال زيارة محلية ودولية بشكل كويس جدا للأماكن الفترة اللي جاية إن شاء الله نقبل إضافة محطات اللي هي جابة للطير في المينيا ودير المحرق في أصيود بعد تأهيلهم وكمان شجاوة مارين في المطارية طبعا يعني دول المحطات اللي احنا في انتظار إن شاء الله الانتهاء منهم والكنيسة اللي على كورنيش المعادي اللي هي انتبكت من السيدة العزراء بالمركب للصعيد طب المشكلة كانت في القصة دي يعني الإدارات المتعاقبة اللي جاتها للمصر كان إن هي في أماكن مش تقدر توصلها بسهولة يعني نتكلم في تلة بسطة في الشرقية نتكلم في العريش نتكلم في سماء النوت غربية هل شرايين التنمية امتدت للحتة دي هل نقدر نقول إن في يعني تمهيد أو يعني طرق وصلت لكل مكان من الأماكن دي نقدر أقول النهاردة لأول مرة تقدر تزور أي محطة من عائلة مقدسة بطرق ممهدة مش طرق عالمية في التأهيل والتطوير تلقى فيها خدمات ميسرة كمان على الطرق بتاعتها أنا بقول له حاطتك إحنا كناش نقدر نروحها دي نترون ولا تل بسطة ولا جابة للطر في الميناء لأنها كانت في جزء من ناحية تانية من النيل يعني عشان نوصلها مع طريق الصحراء كان صعب جدا نتعامل طريق جميل جدا في دقايق تبقى هناك يعني عن طريق الجيش دلوقتي كمان الطريق بقى مش مجرد طريق بس لا ده عليه خدمات ميسرة كانت التوجيهات فعلا من فخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء نحن نبتدي نشتغل على البنية التحتية من طرق وتمهيد عشان نقدر نعمل إتاحة سواء للاستثمار السياحي أو الاستثمار المحالي داخل المحطات دي تيلي خطور اللي بعد كده بقى الناس مش بس عايزة تمشي الناس عايزة تقعد وتبات وتتبارك بالزبط عشان نبتدي بعد كده مرحلة الاستثمار السياحي الفنادق تبتدي تشتغل نقدر ندخل دخل ونقدر نحافظ فنحن نبتدي بجزء الحفاظ الأول هو تعالى التوسيق والسيانة وخلص حمد الله كله تمام وكمان التأهيل والبنية التحتية نقدر نقول أغلب أو 85% من المحافظات يعني احنا بنتكلم طل الفرما نفسها في شمال السيناء للناس يقوله صعب جدا لا الطريق ليها خلص وكمان جاهز للإفتتاح قريب جدا وكمان هيكون فيه مشروع قومي إن شاء الله تالي عنه وزارة السياحة والأثار قريب جدا خاص بتل الفرما قريب جدا التوسيق فكرة التوسيق في اليونسكو دي خطوة أخرت ولكن التأخر أن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي فلما نيجي نقول أن احنا في المرحلة دي فعلا تم الانتهاء من الملف وتم يعني هو موجود بالفعل دلوقتي عند اليونسكو بيجرى قريبا جدا إن شاء الله يتم إعلان التوثيق احنا كنا محتاجين إيه عشان نقدر نعمل ملف محترم نقدر نوسق برحلة العين المقدس هو الملف كان في الفترة الأولانية نتكلم في 1970 كانت ملفات حاجة بسطة جدا يعني موضوع الدولة بتتقدم عادي جدا بالاسم المخصص أو العنصر الثقافي اللي بتسجله وخلاص بتسجل لا دلوقتي أصبح في ملف لقواعد الاتفاقية في طبعا خطة كبيرة جدا الأول بيبقى تكرر علمي قوي جدا بيثبت إن العنصر ده مش موجود بس في ققت إلا في مصر طبعا ده بيحتاج لدراسات علمية كبيرة جدا متخصصة في الموضوع ده ثم بعد كده إزاي أعمل صون لها إزاي أنا أحافظ عليها إزاي أقدم خطة إدارة فلازم أنجح إن أنا أقدم لليونسكو منظمة لليونسكو إن أنا أقدر فعلا بعد ما هسجله إن أنا أحافظ عليه فكل الإجراءات دي بتأخذ وقت كبير جدا وبتأخذ وقت إن يبقى فيها تضافر كبير جدا من الجهات لأن النهار ده الموضوع مش يخص وزارة الصحة بس لا ده كل الوزارات لازم يبقى معنية بالملف ده كله وده اللي حصل في العائلة مقدسة يمكن من الملفات اللي ظهر فيها تضافر الدولة كلها أنا بتكلم عن أغلب الهيئات والمؤسسات الحكومية والغير حكومية ممثلة في ملف العائلة مقدسة اللي فعلا موجود في منظمة إجريسكو اللي نقدر نقول هو لقى أعجاب كتير جدا من استشاري المتخصصين في التراث العالمي وإن شاء الله نتبارك بتسجيله على قائمة التراث المادي اللي مادي قريب جدا بإذن الله طيب الطبيعي إن السيح لما بيجي بيزور مكان 2-3 من دول هل إحنا عملنا رحلات لأفواج من الحجاج المسيحيين اللي جايين عايزين يشوفوا الأماكن اللي مر بيها سيدنا عيسى وستنا مريم أشكرك على السؤال ده إحنا يكاد لا يمر أسبوع إلا فيه فوق تجريبي لكل محطة من محطات بيمشي كل ده ولا بياخد بيبقى محطات معينة عشان بس بناخد رد الفعل طبعا وبيبقى كمان ده مش بس أفواج لا ده من الشراكات السياحة العالمية بتيجي بتزور الأماكن ده فيها أفواج جات من إيطاليا جات من فرنسا ظهرت المواقع دي آخر حاجة الأسبوع اللي فات أعتقد بالضبط كان فيه جبل الطردة في المينيا يعني بنتكلم في وسط الصعيد كان فيه فوق هناك وزار يعني أبدأ إعجابه جدا لأنه مكان هناك رائع جدا أنا أدعو يعني من منصة طبعا تفصيل مصري بدعو كل المصريين وبدعو كل الأجانب إن فعلا يبتدوا يزوروا المواقع النهاردة المواقع بشكل مختلف الأماكن فيها ميسرة هيلقى فيها خدمة كويسة جدا هيلقى فيها معلومة متاحة كويسة جدا للزائر إن شاء الله افتتاح مصار العيلة المقدسة إن شاء الله سيكون قريبا متوقعين أننا ننتهي في خلال قد إيه وإيه لمتوقعين نشوفه في الافتتاح نحن نجري كويس جدا الموضوع زي ما حضرتك وضعتني محطات كتير جدا فإن شاء الله إحنا اللي باقي قليل جدا يعني باقي إن شاء الله بالنسبة لنا طل الفرمة خلاص قرب ينتهي التأسيس اللي هو الحاجات التأسيسية جابر طيل خلاص أو شاكنا على الانتهاء المحرق أو شاكنا على الانتهاء فقريبا جدا هيبقى فيه إطلاق للمصار كله إن شاء الله من الفرمة حتى الأسيوط إحنا دلوقتي المصار جاهز بالفعل نقدر نقول القاهرة الشرقية سمنود الغربية كفر الشيخ جهزين واد النطرون لسه لسبوع الفاتح تم افتتاحه فإحنا بنتكلم عن 5-6 محافظات وهو من ضمن المحافظات اللي موجودين جابر الطير المينيا وأسيوط هما اللي فاضين معنا شوية حاجات شغلوا فيهم مع شجرة مريم طبعا عشان وجودها في المطارية وتأهيل المحيط بتاحها هو الموقفنا لكن الشجرة نفسها تم تأهيل الموقع كاملة حاليا انتهينا من تنميم الموقع طب هل في جدول زمني للوجستكس أو للفنادق البزارات الحاجات دي نقدر نقول مثلا 2025 هل في خطة محطوطة من هي خطة محطوطة بالفعل بس هتبدأ أول انطلاق تسليم التأهيل البنية التحتية طبعا في شركات قبضة أو مسؤولة عن الموضوع التشغيل فده هيكون يعني عاقب على طول هيتم الاتهاء منه هيبقى فيه إعلان برنامج كامل لكل المحطات دي الميزة ان احنا شغالين مش محطة واحدة مراضي محطة يعني محافظة محافظة لا احنا شغالين في كل المحافظات في وقت واحد يعني الطرحة هيكون كل المحطات في وقت واحد يعني مش هنطرح القاهرة ثم السيوت ثم القاهرة لا كل المحطات هيتم الطرحة فيها بوشرة في وقت واحد فده هيدي جدول زمني مختلف شوية أسرع شوية للحدث يمكن شوية احنا استغلنا الكورونا شوية بتدينا نشغل على البنية التحتية لان طبعا احنا لو اطلقنا المصار دلوقتي في الفترة اللي كانت فيها الكورونا كان صعب سياحيا بالنسبة لنا فاحنا كنا محتاجين فعلا الأمور تستقر شوية وابتدينا نستقر ونتمنى يا رب الاستقرار السياحي يبقى موجود في العالم كويس عشان نقدر نطلق المصار كاملة في وقت يستحق المصار ينطلق فيه احنا فعلا نقدر نقول لأول مرة المصار بقى ليه رؤية ليه وضوح في الفترة دي ويمكن توجهات سيادة الرئيس كانت لها الدور الفاعل في الموضوع ده وطبعا يعني دائما سيادة الرئيس له وجهة نظر في رفع الوعي الثقافي المصري لو نيجي نقول بقى الوعي الثقافي القبطي ازاي نقدر نركز عليه ونرفع الوعي به ونعرف الناس عليه اه طبعا احنا يعني كان من ضمن الحاجات اللي استهدفناه كان موضوع ده الوعي الوعي طبعا كان مهم جدا بالنسبة لنا يعني انا قدر اقول انا شرفت باننا مسؤول عن الملف ده من 2016 من 2016 حتى الان لا فيه فرق شاسع جدا النهاردة لو انت يعني كلمت حتى دولك اه العائلة مقدسة الموضوع اختلف فيه رؤية دلوقتي فيه مكان احنا الحمد لله قدرنا مع الجمع الميداني اللي كان بيحصل من الشباب تدينا نهاردة لما بتكلم مع الناس فالناس بيتناقل الحدث ده نفسه الناس بيتمهتمية جدا بالموضوع عملنا ورش كتير جدا مع الجامعات عملنا ورش كتير جدا مع الاسر والاهالي في الشوارع ولكل الضروب الموجودة والمحيطة بالعائلة المقدسة كمان عملنا بعد الحاجات المهمة جدا المرتبطة بالوعي وزرعة السياحة والأثار استصدرت كتالوج رائع للمسار العائلة المقدسة بيضمن صور كتير جدا وحكايات مرتبطة بالعائلة المقدسة كمان مواد فيلمية كتير جدا كمان عندنا دلوقتي منصات خاصة بالعائلة المقدسة التراث القبطي في الفترة القادمة ازاي حنقدر نرفع الوعي عشان الناس تيجي وهي بتشوف الافتتاح وتقول ده افتتاح عالمي وافتاح محترم وافتاح يليق بمسار العائلة المقدسة التراث القبطي طبعا فيه اهتمام غير عادي دلوقتي احنا يعني نقدر نقول الحمد لله دلوقتي نقدر فيش بقعة في المحافظة الا فيها دير او كنيسة الا فيها مكان دلوقتي بيتأهل وبي كمان لا ده احنا بنعد دلوقتي ان احنا بنجهز اغلب ملفات التراث العالمي من التراث القبطي احنا عندنا دلوقتي نقدر نقول ابو مينة في الاسكندرية طبعا دلوقتي التراث العالمي متسجل لا ده احنا بنضيف محطات من ضمنها ودنطرون من ضمنها البحر الاحمر دير الامبا انتونيوس الشغل الملفات اللي احنا بنعملها مضمنها بيبقى فيه برامج للوعي كتير جدا للأثار القبطية كمان احنا عندنا الاول مرة عندنا جيل كامل من الباحثين في الدراسات القبطية احنا ما كانش عندنا مصريين مهتمين قوي بالدراسات وكلهم ده الحصن الجميل جدا مكتبة الاسكندرية كانت عاملة احصائية لسو قريب فيعني الكلام ده قريب جدا اتضح انه اغلب 90% من الباحثين الجلد الشباب اللي هم من درجة الدكتوراه او ما اعلى او باحثين الماجستير دلوقتي كلهم شباب وكلهم 80% منهم مسلمين ففيه تضافر يعني توجه غير عادي عند الاثار القبطية طبعا عندنا الاول مرة عندنا مراكز متخصصة في الاثار القبطية موجودة ولسه دشن رئيس جامعة اللقصر لسه مدشن مركز الدرسات القبطية مقدمواهم نجد تعمل كوادر طبعا فالاول مرة نقدر ان نقول ان احنا عندنا كوادر مخصصين في الاثار القبطية صحيح ترجمة نانسي قنقر